ما اعتبره الكاظمي انجازا تعتبره الفصائل مماطلة وما اعلنت عنه وزارة الخارجية من نتائج للحوار الاستراتيجي طالبت الكتل السياسية بضمانات لتنفيذه فبعد ان اصدرت مجموعة من الفصائل المسلحة بيانا مشتركا هددت فيه باستهداف القوات الامريكية في حال لم يتضمن الحوار اعلانا واضحا وصريحا عن معدل انسحاب النهائي للقوات الامريكية اكدت الخارجية العراقية ان القوات الاجنبية ستنتشر خارج العراق ضمن جدول زمني محدد مشيرة الى الاتفاق على عدم وجود قوات قتالية في العراق الا ان هذا الاعلان على ما يبدو لم يكن كافيا وهو ما دفع كتلة الفتح الى التواصل مع الكاظمي للاطلاع على مخرجات الحوار وتفاصيله بشكل واضح مطالبة بضمانات بتطبيق جدولة زمنية لاخراج القوات الامريكية من العراق فيما تعهد الكاظمي بتنفيذ كامل ودقيق لتلك المخرجات مؤكدا اهمية التزام الفصائل المسلحة بعدم مهاجمة المصالح الامريكية والبعثات الدبلماسية لا سيما ان الحكومة تعهدت خلال الحوار بحمايتها بشكل كامل التعهد الذي الزمت حكومة الكاظمي نفسها به للجانب الامريكي قد يدخلها في صراع طالما تجنبته في الفترة الماضية لا سيما بعد زيارة قاءان التي اكدت تسريبات انه جاء للتأكيد على ضرورة التهدئة لفسح المجال امام حوار اخر امريكي ايراني هذه المرة وهو ما يجعل الفصائل التي تهاجم القوات الامريكية خارج نطاق التغطية الايرانية اشتركوا في القناة